اهلا وسهلا بحضرتكو في يوم جديد من ايام الشهر المبارك تنعد علينا وعليكو الايام بألف خير وحلقة جديدة من وقاحنا لبعض على مدار الايام اللي فاتت طول شهر رمضان الكريم كاتت رسالتنا واضحة وبسيطة كاتت رسالتنا بنحاول نقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى عوضه كبير قوي لما بيلاقي عبد عمل حاجة واخله صنية وتقرب لله بيها لما ربنا بيبقى فعونك دي حاجة كبيرة مش قليلة ابدا طيب فاضل على ايام الشهر رمضان الكريم حاجة بسيطة يعني احنا بنتكلم في ان خلاص اللي عدك من النار وبعد كده بتيجي ايام العيد وبنحتفل هل صدقتي اللي انا عملتها كمتصدق دي خلاص خدت بيها حسنات والحسنة بأضعاف أضعافها وبس وانتهى العمل لكده لا ازاي مندخل نكمل حياتنا ان ربنا ادانا العمر وامر بنكمل يبقى فيه في حياتنا بركة يبقى فيه في حياتنا يسر يبقى فيه في حياتنا خير يبقى فيه في حياتنا لطف حاجات كتير قوي علشان كده بقى منورني ومشرفني مولانا الشيخ احمد وهديم اهلا وسهلا يا شيخ احمد اهلا وسهلا يا شيخ احمد اهلا وسهلا بحضرك طيب بحضرك طيب ربنا بارك فحضرك لنا قلته ده صح؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه طوبة لمن كان رمضان له زرعا سيحصده بعد رمضان يعني حضرك انت زرعت بالوقتي الزرع ان شاء الله المفروض تُهبّ لك انك تحصده ان شاء الله بعد رمضان وحصل الزرع انك عناية بالزرع بعد رمضان و تحصده و تبدأ ترتocr tecnique تريجع البذرة الثاني في قلب الارض فتبدأ ترجع تنى صداقات و تبدأ ترجع تنى محبة ترجع تنى احسان تبدأ ترجع تنى صرت رحم تبدأ ترجع كل الحاجات اللى كان نفسك تعملها في رمضان و يمكن اثرت فيها شوى وزي ما حضريك قلت يعني هو دلوقتي صدقتنا تقبلت ولا ما تقبلتش تعال شوف ربنا تبارك وتعالى رحمته وسعة ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بايتنا يؤمنون انت عندك تقوى ايتاء زكاة امنت بربنا تبارك وتعالى انت كده فزت لحمة ربنا تبارك وتعالى وسعت كل شيء ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه لن يعذبه أبدا كلنا بنستنى يعني الصالحين كانوا دايما كانوا يقولوا لا نحمل هم الدعاء لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء ان ازاي ربنا تبارك وتعالى يوفقني للدعاء ونيجي ناخد من هنا ان ازاي ربنا يوفقني الدعاء ازاي ربنا تبارك وتعالى يوفقني للصدقة ازاي ربنا تبارك وتعالى يبعث لي محتاجين لان ربنا تبارك وتعالى لما يبعث لي محتاجين يبقى هو شايفني وفاكرني فأول ما يبعث لك المحتاج أو أول ما تشوف معانا حالة أو أول ما تشوف محتاج في الطريق أو أول ما تشوف حالة أنت تصعب عليك دلوقتي تسجد شكرا لربنا تبارك وتعالى لأنه اختارك فعلا دلوقتي اختارك من ألاف وملايين ومليارات الناس أنك أنت يقضي للناس دي حوائجهم على يدك لأن ربنا تبارك وتعالى هل هناك ناس بتعيش وتموت ومحدش بيسألها ولا يحتاج بنا حاجة سبحانه يعني ده لازم يرجع نفسه وده لازم يرجع لربنا تبارك وتعالى ولا حد خبط على بيت ولا حد خبط على بابه ولا طلب منه أي حاجة ولا أي مسألة أستاذة لازم يخاف لازم يخاف فعلا لأن ربنا تبارك وتعالى إن إله خلقا خلقه لقضاء حوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب النار لأنت مفيش عذاب نار هيصيبك لا في الدنيا ولا في الآخر لا نار الحسد ولا نار الحقد ولا نار الحيرة ولا نار الكآبة ولا نار الهم ولا نار المصيبة هتصيبك في الدنيا ولا نرى ربنا تبارك وتعالى هتصيبك في الأخرى فأنت لربنا تبارك وتعالى بقى يقول لي يا رب اجعلني مما خلقتهم لقضاء حوائج الناس تتدعي كل يوم عشان الملك هو مش عارف في الوقت هيجي لك خلفة ولا تلفة لأنك أنت لا بتنفق ولا بتمسك ما أنت بنتاش عارف أنت ربنا تبارك وتعالى خلقني يعني جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أول ما تسمع التقوى يعرف إن لها شرطين عند ربنا تبارك وتعالى يقدمهم على كل الشروط الشرط الأول الصلاة الشرط التاني الزكاة إنك تكون من المنفقين وتكون من المصليين طيب يعني أنت لو عملت دايما بنقول لن يكتب بخيلا من أدى زكاة ماله حق ربنا تبارك وتعالى في ماله مش ينفع نقول في مالك ولا في مالي ولا في مال حضرتك لأنه في الأول والآخر من ربنا تبارك وتعالى فشوف أنت بتسأل لواحد ونه ينفع طالله حقك من مالك وكأنك بتسأل ربنا تبارك وتعالى أو بتستعصي على ربنا تبارك وتعالى أو تتألع على الله لي يا ربنا تعبت السيد هو هو وفاك للتعب هو وفاك أصلا أنك تتعب هو وفاك أصلا أنك تنجح هو وفاك أصلا للفكرة أني جابت لك الملايين وفاك أصلا لفكرة الشركة هو وفاك لفكرة المصنع وفاك لأن أنا ممكن يكون المتكلم يعني عبتم فقير ولكن ربنا تبارك وتعالى رزق وحسن الكريم فربنا تبارك وتعالى هو ده الرزق اللي رزقه لي مش لازم أكوني أنا اللي تعبت ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابي الكريم وما توفيقي إلا بالله فما تسألشي أطلع ممن ربنا لا ده أنت تسارع تقول له رب ليه ما يبعد ليش محتاج ولما يبعد لك المحتاج قعد وصل دايماً إما الاختبار اختبار يعني دايماً إن ربنا فتح عليه ومديله طول الوقت في اختبار في اختبار في كل حاجة في حياته ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى صاحب المال الواحد الأحد وهو اللي بيكرر يزيد مين ويخلف على مين وينعم على مين وهو اللي بيكرر زوال النعمة من إيه بمين تعالوا طلعنا نشوف تقريبنا الأول ونرجع لكم مرة تانية اقبتكم معنا جد ترخير الناس لسه الدنيا فيها عيون تتحال الله أكبر الله أكبر وما أعظم هذا الدين شربة ماء تدخل الجنة ما كنا شغل بقوله ما نشرب واتحنا بنغسل ومنشرب وكل حاجة والسرعة عليها وفاشل المرض يا رب لسه الدنيا فيها ينتظر يا ستاها زاء قال يا رب خليك ويحفظ عليك رب نبال لا ترينا رينا كالناس ويبارك فكي رب ويكون حسناتك كتيرة يا رب وتعمل الناس كله النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه ويقول من يشتري بئر رومه وله الجنة من اللي يسئ الناس ليسئ الناس المحتاجة الفقرى وله الجنة يكون سيدنا عصوية ابن عفان رضي الله عنه ويقولوا أنا يا رسول الله وبهذا يشتري الجنة ما تعودنش في الخرن فاصل ولا بنساعد باللي فاطل وخليه وفاشل المرض يا رب وجعل عمدين حسنات للناس كلها الغراضة يا رب وبني يخسل وبناخل ما خنشوفه فوق مية ولا فيش حال شكرا واسدت هزار يا رب يخليك ويجعلك مدان حسنات للناس كلها ويجعلك مدان حسنات للناس كلها يا رب يخليك ويبارك فيك ويربنا يخليك وتعمل للناس كلها ما قلنش لأن البقل ما نشرب من سقى مسلما من حفر بئرا كان له الجنة وما تفعله من خير فإن الله به عليم النهاردة الحج هزار ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليها بالحلال جزاء ما فعلت وما قدرت لهؤلاء المحتاجين من بناء وحفر هذا البئر لكي يسقع منه الناس ويشربون قال النبي صلى الله عليه وسلم من سقى مسلما على ضمأ رواه الله من الرحيق المختوم الله أكبر ما أعظم هذا الدين التصدق بشربة ماء نعمة الصدقة دايما سبحان الله تعلمنا دينا من أبائنا وأمهاتنا ومدرسنا ومشايخنا بفترتنا كده بفترتنا تقريلي كان بيتعرض معي دا دلوقتي إنجاز لمؤسسة الفعل الخير في الحقيقة هو إنجاز لمسلمة عيشة حية انترزة ستة هزار كتا عاملة البير دا لأنها عايشت عمرها ربنا لما يؤمر اللي هي يبقى لها خلف وملاحش ذرية فقالت أنا بعمل الصداقات دي عشان لما ممشي مع الدنيا لقي حاجات نفعني شفت تفكير المسلم الزكي اللي ربنا هداله نفسه الله المسلم الزكي الفطن زي ما حضرتك ويلتي ربنا هداله نفسه وربنا بعت له رسالة إنك أنت هتخلق دا بيفكر في الحياة البقية فكر في الأخرة هيبص من قبره وهو نعيم هيبص إزاي وهيلاقي فلانة وفلان والصغيرة والكبيرة والشيخ بيدعلي الحج هزار عشان ربنا تبارك وتعالى كرامها بدل الولد ألف وألف الله فربنا تبارك وتعالى أنعم عليه حتى لكباب جميع أموت المسلم الله يعني هي تصدقت للجميع وده الجمال زي ما حالك قلت المسلم الزكي اللي هيبقى عارف فين البضاعة الرائجة ويروح يشتري منها طب دا توفيق ربنا يا شيخ أحمد طوفيق إلا بالله يعني ساعات ربنا بيختارنا مش هحنا اللي بنختار من نفسنا هو اللي بيختار لنا وحضرك خلقهم لقضاء حوائج الناس يعني هو ربنا اللي خالي أصلا الفكرة دا أن ربنا تبارك وتعالى أنعم عليه وهي بتشوف حضرتك وهي من متابعينك دايما فشافت مؤسسة فعل خير فصيقة دا في حضرتك وصيقة دا في المؤسسة بدرت أنها تعمل حاجة زي كده بس هما بيسألها في المؤسسة قالت حتى لو ربنا ما رزقنيش فيبقى ربنا تبارك وتعالى خلت ذكري في الدنيا خلت ذكري في الدنيا إيه إن الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم هيسئي منها ويقول لها أولادك دعولك في الأخرة فيبشرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرها الملك ولو ربنا تبارك وتعالى يطيل في عمرها حتى ولو لم يرزقها الله بالخلف ففي الأخرة هي طاقة النعيم اللي مفتوحة من القبر يبص على الناس دي فإحنا بنقول بادر وسارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم إنت عايز إيه في الدنيا عايز جنة طب في جنة في الدنيا عرضوها السماوات والأرض وفي جنة برضو في الأخرة عرضوها السماوات والأرض الجنة اللي في الدنيا عرضوها السماوات والأرض أنت هتأخذ محبة الناس في أحد الأثر كان يقول أحد الصالحين حينما سئل الشيطان يعني ليه بتضغط لما المتصدق تصدق كان المتصدق حينما يتصدق وكأنما أتى بمنشار وشقني نصفين فليه المشكلة الكبيرة اللي أنت بتعملها دي فقال لأن الله يرزقه بأربع أو إحدهم أن الله تبارك وتعالى يبارك له في ماله وأولادي في ماله وعياله وبيته وكل شيء حاجة تانية ربنا تبارك وتعالى بينجيه من البلاية والعهاد لا يكون عنده مرض ولا يكون عنده بلية لا في حبيب ولا في صاحب ولا في ولد ولا في أي شيء ربنا تبارك وتعالى يجعل بينه وبين النار بصدقاته سترة من النار ويجعلها ظلا له يوم القيام فإحنا عايزين نسأل دلوقتي ظلك عمل إيه ظلك شمسية في الدنيا ولا تندى كبيرة ولا بيت ولا حتى أسر ولا أنت عايز ظلك يكون عرش ربنا تبارك وتعالى لو عايز ظلك عرش ربنا تبارك وتعالى هي الصدقة احسب مالك واحسب كويس أول لأن ربنا تبارك وتعالى لما يرزقك رزقك من وسعه فإنت لما تيجي تحسب حق ربنا تبارك وتعالى هم دلوقتي هم دلوقتي ليه في رمضان وهو يجوز بعد رمضان بس الأحسن في رمضان ليه؟ عفوا لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنت عايزين دلوقتي شهر رمضان ربنا لجعله مخ الشهور مخ السنة قلب نابض للسنة فإنت تيجي في رمضان يبقى أنت كده أصابت شعيرة رمضان تقرب إلى الله تبارك وتعالى وأصابت الشعيرة اللي هي الزكاة فطلعتها في أحسن شهر وفي أحسن وقت فطلع مال ربنا تبارك وتعالى في هذا الوقت طلع مال ربنا واحسبه كويس وطلعه عايز أحسب بير واللي عايز أعمل وصلة مية واللي عايز أعمل مسجد واللي عايز مثلا أفك غريمات عايز كفلة أيتام ومساكين ويتامة عايز أي بالزبط إحنا في مؤسسة فعال خير مدينا إدينا ليك مدينا إدينا وقلنا دائما طبعا الناس إزاي شيخ أحمد يعني دائما المتبرع أو المتصدق اللي بيشوفني أنا وحضرتك يمكن أنا عشان بقري فترة وبتصدق ربنا برك في حضرتك طبعا 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 ربنا برك في حضرتك أو متبرع زي الست هزار خلاص يا واسكا وشايفت حد جديد بقى بتقول له إيه بتطمنه إزاي يعني أنا خليني أقول إن وما توفقنا إحنا وما توفقنا كلنا إلا بالله فربنا تبارك وتعالى هيطمنك إنه أولا جاب لك الرسال دي رسالة اطمئنان أنت ما شفتهاش من فرق ما شفتش أستاذا نهال من فرق ما شفتش مؤسسة فعال خير من فرق شفتها لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك مش هترى مني نمسك ترموت وجبت آه ممكن يكون مستني برنامج بأستاذا نهال بس ربنا بعت لي الرسالة دي عشان أنا إن شاء الله هعمل ربنا بعت لي قضية القضية الربحانة في الدنيا والآخرة للسيدة هزار عشان لو أنا عندي بلاء زيها ولا حاجة فاعرف إن ربنا تبارك وتعالى هيزدني في الدنيا وهيزدني في الآخرة فبنقوله إنه إحنا البير معنا بيكلف 30 ألف جنيه وصلة المياه بيكلف 3000 جنيه البير لو مش هتقدر تعمله هيكلف السهم فيه ممكن تعمل زي ما قلنا جروب الخير أو عمرت الخير أو حي الخير أو شارع الخير اعمل زي سيدي زي ما أنت شد أو اعمل جمعية بس اللي هيكسب فيها أو اللي هيربع فيها لكل الناس هم الناس دي خليهم الأول خليهم الأخير بس ربنا تبارك وتعالى خليهم فرض في الجمعية اتفعوا لهم كلكم فربنا تبارك وتعالى نعمل له السهم السهم فيه ب5000 جنيه السهم عمر المسجد ب5000 جنيه السهم عمر البيوت ب5000 جنيه قلنا السهم النخيل وده إطعام طعام مصادقة جارية مش هايزور لحضارك مئة ومئتين سنة لأن هي هتطلع فسيلة أو تمام فسائل تمام فسائل الفسيلة أو النخلة الوحدة يعني عمرها من تمانين لمئة سنة فتصور بقى الرزق اللي ربنا يرزوك بيها طب إيه موضوع النخيل لأنه ده المسم بتاعه شهر الثانية وثلاثة واربعة في الزراعة وإحنا الحمد لله بدأنا فيه في المؤسسة الحمد لله الفكرة هنا أن ربنا تبارك وتعالى أن حضرتك لما هتعمل دوقتي سهم ب5000 أو جبت خمس نخيل أو عشر أو أي من ذلك ربنا تبارك وتعالى هينعم عليك اللي هيطلع الربح اللي هيطلع من بيع الطمر ليك هيبقى باسمك في المؤسسة سهم بصدقة جارية هتعمل بيئة بار هتعمل بيئة أسخف منازل يعني ده يسمو يعني صدقة متعدية النفع أو صدقة دائمة النفع فهي بغضتو بتكلف معانا 5000 جنيه ماشاء الله يعد والله تبارك وتعالى أن يكون الرسالة دي تصيب قلبك يعد والله تبارك وتعالى أن يتصيب قلب كل مهموم وكل حيران فتبقى النجاح وتبقى طويل النجاح اللي هنمسك فيه مع ربنا تبارك وتعالى تعالى نرجع نشوف صداقتنا الجايفين ونرجع لكم مرة تانية ابكوا معنا هؤلاء الناس يعيشون على ماء المطر كل يوم ينشق فجره وكل منهم يسجد لله أن يا سماء أمطري وجودي علينا بالماء نحن نقسين ممية وأسرة واجد وأسرة واجد وأمية شوي بلقي عندناش ممية تجينا في مطار في السانة مرة تجينا ما تسجع سنتين ملاتش وأسرة ما لحد عندناش ممية خالص ومية مية عوزين عزاكم الله وخير إحنا المشكلة الأساسية والمشكلة الأزالية بتاعة قاطن الصحراء هي مشكلة المياه نذرة المياه ربعا اعتماد كبير اعتماد كبير من جسبة لأهالي الصحراء على مية المطر ومية المطر دي بيد ربنا سبحانه وتعالى سنة تيجي وسنتين تلاتة مدقيش الصحابة كانوا بيسألوا عن أفضل صدقة وحضرتك لازم تدور على الأفضل صدقة أفضل صدقة هي سقيا الماء لك أن تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى غفر اللي بغي سقط كله فالمية دي أهم حاجة عندنا هي شريان الحياة فأحنا ايه مية اللي هي الشرب دي فأحنا طبعا متكلين على على ربنا ساعات تبتيجي مية في سنة وساعات سنتين أو ثلاثة ما تجيش مطر هؤلاء يحتاجون بير مية هؤلاء يحتاجون حياة غير موجودة عندهم الماء هو الحياة الله قال واجعلنا من الماء كل شيء حي صدقة برهان ودليل دليل على إيمانك بربنا سبحانه وتعالى ودليل أنك أنت متصل بحبل الإنفاق مع ربنا سبحانه وتعالى دليل إن أنا خزائني متصلة بخزائن الرحمن ما تخافش ربنا تبارك وتعالى بيقولك إن تقرضوا الله قردا حسنا يضاعفه لكم فهل من متصدق ليقبل الله تعالى صدقته هل من رجل يمد يده إلى مؤسسة فاعل خير حتى يطمئن هؤلاء على يومهم وعلى غدهم دايماً يا مولانا بنقول ربنا يكفيك شر الحوجة الله ودايماً كمان يا شيخ أحمد لما والدتك تجي كده تدعيلك نعم تقولك ربنا يوقعك في إيد ولادي الحلال وبعدك عن ولادي الحلال حاجات تبقى كتير قوي لو الواحد متصدق بقى لو شاف إن الدعوتين اللي إحنا بقى جوهرت البني أدا مع الأرض بتحقيقين في حاجة لو تصدق استحالة يبقى مهان أو متزل لأن اليقين في الله وعبوديته والوحد الأحل بتخرجه من الخوف يعني بقى كلام بالفطرة اللي إحنا تربنا عليه والله أنتوا أهل العلم ممكن إحنا سبحان الله العظيم بنوعد قدامك وكلنا نسمع أما ده كلام الفطرة اللي أهلين ربطنا عليه بقى بقى حضرتك قولي بقى حضرتك كده إزاي المعدلة الصعبة دي بدي تعمل يعني خلي حضرتك قلت كلام جميل جداً ربنا يكفيك شار ولادي الحلال موقعكش في ديئة ودايما دعوة الأم وكفيك شار ولادي الحرام وقعك في ولد الحلال دائماً أفقد وقعك في ولد الحلال فدايما دعوة الأم دي يعني يدي أنا دي أنا بسمع دعوة الأم لأن أنا ما عادش للمجل cupcake فربنا تبارك وتعالى دعوة الأم دي أصلاً صدقة صدقة عليك وصدقة في الدنيا كلها فربنا تبارك وتعالى يقول الذين ينفقونهم ولهم بالليل والنهار سراً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحسنون لا فيه ولاد حرام ولا فيه مصرع السوء ولا فيه ميت السوء ولا فيه حد يتحك عليك والحد ينصب عليك ربنا أبداً لا يذل كريم ولا يهن كريم ده فيه واحد يا أخي يبقى خسران منه وتلاقيه قلبه بارد حس عنده ثقة في الله يعني أنه عارف أنه كريم بيتعامل مع كريم فيمكن الكريم لما اختبرك ولكن قلبك عمرم بالكريم أعطاك كرم قلبك عمرم بالرضى يرضيك دنيا وآخرة يرضيك في كل أحبابك لأنه نظر في قلبك لا إيه لا رضى واحد يبقى مش فاقد مال بس فاقد ولد من ولده تحس عنده صبر وربنا تبارك وتعالى قلبه صحيح قالوا إنا لله إنا إليه رجعون المال لله ورجع لله يعني أنت هتخسر إيه يوبا يومين الحاجة دي معنا يومين وهيروح لغيرنا وقلنا لو نسينا ربنا هينسانا وقلنا لو إحنا ما أنفقناش في حياتنا محدش هينفق علينا بعد ممتنا لأنه دين زي ما حدك قلت المعادلة الجميلة ربنا تبارك وتعالى يبيننا فيه يعني يبينها لنا يعني الصدقة السر تقي مصارع السوء مصارع السوء لحد يغتابك ولا ينمك لحد يفضحك وربنا يفضل سترك لحد يتحطك في كآبة ولا في حسد ولا في كور ولا أي حاجة يعني توضع يوضع لك القبول في الأرض فتطوى لك الأرض طيب ربنا تبارك وتعالى كده يجعل يعني اللي يبص في وشك فرحان اللي يسمع كلامك فرحان فربينا تبارك وتعالى بصدقتك أنت أنجيت الناس دي بصدقتك أن الحاج كان بيقول المياه عندنا شريان الحياة ما محتاجين إيه بالزبط يا شيخ أحمد احنا محتاجين في المطروح فعلا خمسين بير يعني خمسين بير ويمكن أنا عايزة أبدأ النهاردة قبل بكرة ياريتنا كنا بدأنا من مبارح لأن احنا عندنا مثلا احنا بير بيأخد معنا من يوم لتلاتين يوم طبع الأرض الصخرية هناك فحنا عايزين ندخل هناك عندهم قبل ما الشيطة يجي نكون محضرين لهم الخمسين بير إن شاء الله يبقى خمسين بير خلصانين إن شاء الله يكونوا مية ومتين فاع الخير تجري بالخمسين بير والمتين بير وثلت ميتين بير نجاز رمضان أنا متأكدين حضرتك هتابع معنا من ركم واحد لواحد خمسين اللهم أمين دائما في أي وعد بنواعده للساعد المشاهدين هنا إن شاء الله اللهم أمين أنتوا أهل سكا ربنا أمين بارك في حضرتك ربنا ده ما توفقنا إلا بالله الحمد يقول أنا عايز أدخل أخذ البير ده من بابه كده صدقة ونور على والدي ووالدتي يعني الصدقة ونور على والدك والدتك والصدقة ونور ورحمة ومغفرة والسكينة ليك في الدنيا الله فهو عادينا سواء أنت بتيديهم صدقة ونور أو رحمة ونور زي ما احنا بنقول زي الطيبين ما يلي لولنا الرحمة ونور ده هيصبوك يعني أنا بينبني جانب بينبك كل الجانب لأن ربنا تبارك وتعالى يعني هو كريم أنا عايزك تتحمل مع ربنا كده وانت داخل كديم يعني أنت دايما رايح معزوم على الفطار أحمد هيعزم حضرتك على مثلا على فول وطعمين بيش سيد النهائل هتعزمنا على أحسن نوع الجبن والكروس والحاجات دي كلها هيجي حد تاني هيعزمنا على تبيحة كبيرة أوي هيجي حد يقول لك يعني فيه في حد بيعزم في الفطار على تبيحة كبيرة أوي كاملة ربنا تبارك وتعالى ولله المثال الأعلى انت هتديله جنيه هيديك سبعمائة عندما تدهله في رمضان عيبه عشان يبقوا سبعمائة ألف لأنه هيضعف هذاك سيدنا إبراهيم النخي وما تنساش الكلام دوت وما حضرك ما تنسيش الكلام دوت أن سيدنا إبراهيم النخي قال لك الصلاة في رمضان كألف صلاة فيما سواه والسجدة في رمضان كألف سجدة فيما سواه والصيام في رمضان كألف يوم فيما سواه والصدقة في رمضان كألف صدقة فيما سواه أنا عايزك تحسب أن الألف سبعمائة ضعف سبعمائة ألف شوف سيدي بقى وعد يمسك ألتك الحزبة وشوف ربنا تبارك وتعالى هنا مالك إيه في الدنيا وفي الأخير معنا إيه تاني يا سباعد تعالوا نطلع تقريب جاي ونرجع لكم مرة تانية بكم معنا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هنا في قرية أولاد مسعود التابعة إلى شماس مطروح المسجد حوائد غير كاملة يحتاج إلى سأف ويحتاج إلى تشطيب ويحتاج إلى بير ميا أراد أهل الخير في هذا المكان لبناء بيت من بيوت الله رفعوا الجدران والحوائط ووقف البناء على ذلك أهل الخير في هذا المكان وصاحب البيت يريد استكمال وارتفاع حوائط هذا المسجد في حاجة إلى صبة السكف في حاجة إلى المحارة يريد الله أن يتم استكمال بناء بيته وهذا المسجد لازال ينقصه الكثير من سقف ومحارة وفرش وكل ما يحتاج ونجارة وكهرباء فنرجو من أهل الخير ويمد يد العون لنا حتى نستكمل هذا البناء لله تبارك وتعالى نحن عاوزين من حضراتكم تساعدونا نحن بند من المسجد ده عشان نحفظ فيه الأولاد القرآن الكريم وعاوزين نصلي فيه الصلوات الخمس عاوزين محتاجين ثلاثة طن حديد ومحتاجين أسمنت المسجد وظلط ورمل فلي يستطيع أن يساعدنا بحاجة فأودل على الخير كفا علي ومبانا لله مسجدا ولو كان يحسي قطأ بان الله له بيتا في الجنة وجزاكم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محتاج إلى من يساعدنا في هذا البيت نحتاج أن نكمل هذا المسجد عاوزين نحفظ فيه القرآن الكريم وعلاقات تصل فيه صلوات الخمس المسجد الثاني بعيد عنه من في الكل الجمع صلوات الخمس صلونا في البيت ينبغي أن يعلم كل مسجد أن هذا المكان بيت لله وما تقدمه تقدمه لله وصدقتك تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الآخر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن تقع فيه الصلوات الخمس كانوا بدأهم يعني على قد إمكانياتهم هناك ما عرفوش يعبرونه غير الحوائط فإحنا محتاجين سقف محتاجين جميع التشتبات محتاجين محارة ومحتاجين سباكة ومحتاجين كهربا ربنا رب يجعلهم من نصيبك ربنا رب يجعل الرسالة دي تصيب قلبك يعني عطلك ينفذ اللي ربنا تبارك وتعالى حد عايز يشترك معاكو في بناء الجيمة يتواصل على الأرقام يتواصل على الأرقام هيروح له من دوبنا في أي مكان في الجمهورية بإيصال مخطوم من وزارة التضامن الاجتماعي هيروح له لحد عنده عايز يجي يفتتح معاكو هيجي يفتتح فإحنا بنقول له بعد توفيق ربنا لو عايز تشيل ساهم المسجد هو ساهم المسجد بيخليه في خمس ثلاثة بس لو زكاتك كلها تجيب السقف شيله لأن ربنا تبارك وتعالى هشيلك هموم كتير قسط ربنا تبارك وتعال أنا عم عليك تشيل المحارة شوف الأسمنت اللي احنا محتاجين وتواصل مع المؤسسة وهي تشرح لحضرتك هتقول لك المكان هتديك لوكيشن به لو عايز تجي تفتتح معاك عايز تفرح عايز تشيل المسجد كله وتكتب عليه صدقة جارية للوالد أو الوالدة ربنا يخليهم أو لو ربنا افتكرهم بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى ده نعمة من ربنا تبارك وتعالى هيبقى ليهم طاقة ونور في قبورهم وفي يوم القيامة ويرفعوا درجات خلاص انا شلت المسجد من بابه وكهني ده هيكون يعني رصيده عند ربنا تبارك وتعالى الذي لا ينفذ أبدا إن شاء الله سيما بنقعد كده عن موبايل ونشوف قبل كيشن الموبايل بانكينج وانت قعد بتعدل اسفار ربنا يزيدك اللهم يزيدك ويزيد كل المسلمين واللي معهوش ربنا يزيده وربنا يعطيه ويخلف عليه لكن اللي عنده تأكد ان انت محتاج ده اكتر من اسفار اللي عن موبايل تحتاج الستر واللطف والصحة والعافية تك ربنا يسطرها معك ما يفضحكش دي مهمة قوي نورتين يا شيخ الحمد ديما المؤسسة يتفعل خير والقق حضرتك بيبقى من القلب بنا برك حضرتك سعيد جدا أنه أكون معهوش بكده أكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة انتظروني غدا في نفس النعات كانت معكم نيال طيل في أمان الله اشتركوا في القناة